تتواصل أعمال منتدى برنامج الخليج العربي للتنمية أكفانت المنعقدة بجنيف حيث ناقش المشاركون اليوم الارتقاء بتجربة بنوك الفقراء وتعزيز إسحاماتها في جهود التنمية البشرية في الدول العربية والنامية وتعزيز صناعة التنميل الأصغر كأحد أدوات التنمية المستدامة على المستوى العالمي وتحويل شريحة الفقراء إلى قوة منتجة تعتمد على ذاتها وتسهم في دعم مجتمعاتها أثبتت ممارسات التنمية الأصغر عبر برنامج بنوك الفقراء نجاحات هائلة في إخراج العديد من الشرائح الفقيرة ورفع قدراتها الإنتاجية هذا ما خلص إليه منتدى برنامج الخليج العربي للتنمية أكفانت المنعقد في جنيف حيث أكد المشاركون من خبراء على أهمية مبادرة سمو الأمير طلال بن عبد العزيز رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية لإطلاق بنوك الفقراء في المنطقة العربية والدول النامية تتضمن أعمال المنتدى تسليم جائزة أكفانت لمشاريع التنمية البشرية الريادية حيث يتم إقرار المشاريع الفائزة في مجال تمكين اللاجئين وإدماجهم اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وتعتبر الجائزة التي يرعاها صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز حافزا وتشجيعا لأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي أطلقها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أهداف برنامج الخليج العربي للتنمية لا تبعد كثيرا عن أهداف الأمم المتحدة المتعلقة بالتنمية المستدامة طه يوسف حسن تلفزيون المملكة العربية السعودية جونيف